كيف ترى دور المغرب المستقبلي لدفع جهود عملية السلام في ليبيا الذي هو دور محوري أراه لن يتغير هل تتفق معي؟ أهمية المغرب أنه يحتفظ بعلاقات مع كل الأطراف فقد زار السراج المنطقة وتوافقت زيارته مع انتخاب رئيسين جديدين أنا لست متأكدا إذا كان المغرب قد جمع مؤخرا أطراف النزاع لكن الأهم أن لديه علاقات مع الجميع وهو المكان الأمثل لصدافة السخيرات اثنان وحضوره مهم في أي اجتماع وأظن أنه تتوجب دعوته لأيضا التذكير فقد حضر بومبيو مؤتمر برلين كما حضر مدير الأمن القومي ولعلها أول زيارة رسمية له خارج أمريكا لم يحضر الرئيس ترامب بالطبع وهذا يتوافق مع موقفه باعتبار ليبيا غير مهمة بالنسبة لأمريكا وهو ما كان يكرره منذ انتخابه أما بالنسبة لوزير الخارجية بومبيو فقد عرف بانتقاده لكلينتون حيث حين كان بالكونغرس بشأن هجوم بنغازي ومنذ ذلك الحين لم يلمس الملف الليبي حتى أنه لم يحضر اجتماع بليرمو حيث مثله نائب مساعد وزير الخارجية فحضوره في مؤتمر برلين هو أمر مهم